منذ سنوات عدة وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية يعد أحد الرئات التي يتنفس منها حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا ويمد له شريان الحياة القادم من طهران ليشن هاجماته في العراق وسوريا وتركيا ولعل ذلك ما زاد من غضب أنقرة حتى وصل الأمر إلى الحضر الجوي على مطار السليمانية ووقوع حزب طالباني في ورطة يحاول زعيمه بافال طالباني التملص منها عبر إخفاء علاقته مع تنظيم بيكاكا معهد كارينجي لأبحاث الشرق الأوسط أكد عدم وجود مؤشرات على أن بافال طالباني سيقوض علاقات حزبه مع ميليشيا قسد المرتبطة بتنظيم بيكاكا على عكس مما كان يتخوف منه قيادي قسد من أن بافال طالباني سيخفف علاقاته معهم وينقل معهد كارينجي عن مصادر شاركت في اجتماعات حزب طالباني وميليشيا قسد أن القيادية فيها مظلوم عبدي يريد العمل مع أي شخص يتزعم الاتحاد الوطني الكردستاني سواء كان لهور طالباني أو بافال طالباني وذلك تحت رعاية وتنسيق من قوات العمليات الخاصة الأمريكية الضغوط التركية على سلطات كردستان العراق وكذلك عملياتها العسكرية أجبرت ميليشيا بيكاكا على تغيير مواقعها والانتقال إلى جبهة تعد أحد أكبر دعمها ألا وهي إيران وزير الداخلية التركي سليمان سويلو كشف قبل عدة أيام أن بيكاكا المصنف إرهابيا نقل معسكره الرئيس من جبال قنديل شمال العراق إلى منطقة ماكو في إيران بالقرب من الحدود التركية وبحسب مراقبين فإن الأيام القادمة ستشهد تركيزا تركيا على إنهاء مخططات بيكاكا بجميع فروعه وذلك بعد أن أسفرت الانتخابات التركية عن نتائج قضت مضاجع هذا التنظيم وداعميه الإقليميين والدوليين